موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين نشرة أخبار السادسة من قناة عدن الفضائية أكد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هذه رئيس الجمهورية على أهمية حظر موت في حظر الوطن ومستقبله كما كانت وعلى الدوام نبض الوطن وجوهرته التي لا يستقيم الحال إلا بحصول أبنائها على مكانتهم التي يستحقونها على مختلف النواحي والصعود جاء ذلك خلال استقبال فخمته قيادة وممثلي مرجعية حظر موت الوادي ومؤتمر حظر موت الجامع بقيادة كل من عضو مجلس الشورى الشيخ عبد الله بن صالح الكثيري وجمعان سعيد مبارك بن سعد وأبو بكر أحمد السري وطارق سالم العكبري وأكرم نصيب العامري ومحمد عوض العلي وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالجميع مؤجددا تأكيده إلى محافظات حظر موت اهتمامه الخاص من خلال جملة المشاريع التي نالتها أو التي قيد التنفيذ في إطار واقع البلد الجديد المفتكز على مخرجات الحوار الوطني وتفعيل الأقاليم بعيدا عن المركزية المفرطة وإشراك المجتمع في بناء ورسم مستقبلهم الذي عنوانه التنمية والأمن والاستقرار والسلام مثمنا جهود الجميع في هذا الصدد مؤكدا على موقف الدولة الداعم لهم لتجسد حظر موت نموذجيتها وتفردها في التعايش والتحول الإيجابي والنهوض المجتمعي كما استمع فخامة الرئيس إلى أحاديث قيادة وممثلي مرجعية حظر موت الوادي ومؤتمر حظر موت الجامع والتي ترتكز على جملة الاحتياجات والمطالب والشراكة التي يستحقها أبناء حظر موت التي تقف دوما مع الوطن وتدعم شرعية الدولة ممثلة بفخامة الرئيس ومشروعه العادل المنبثق عن مخرجات الحوار الوطني في إرساء يمن اتحادي جديد مبني على الشراكة والعدالة والمساواة التي يتطلع إليه الجميع لتحقيق المنافسة المشروعة في بناء الوطن وتنمية الأقاليم بعيدا عن الصراعات والشعارات الزائفة وأكد الجميع أن حظر موت لا تختزل في تيار أو مكون أو حزب أو فئة بل هي مجتمع وإقليم لن يحيد عن مشروع الدولة اليمنية الحديثة مثمنين توجيهات فخامة الرئيس الدائمة فيما يتصل بحظر موت واحتياجاتها وخدماتها وحل وتذليل قضاياها وقد وجه فخامة الرئيس الحكومة بالتنسيق مع السلطة المحلية في تنفيذ كافة التوجيهات المتعلقة بتعزيز الأمن في الوادي والصحراء وكذلك في إنجاز محطة الكهرباء بساحل حضر موت حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك انتهاء عملية إجلاء العالقين اليمنيين في الخارج وفق البرتكول المقر في اللجنة مؤكدة أن ما تبقى في هذا الإطار رحلة واحدة فقط من الهند بتاريخ الثامن والعشرين من يوليو الجاري ورحلة بحرية من جبوتي في اليوم الذي يليه وحالات خاصة في عدد من الدول يجري الترتيب لنقلهم وأشادت اللجنة بالجهود والترتيبات الناجحة التي بذلت لإجلاء المواطنين العالقين وفي الوقت الزمني المحدد منوهة بما أبدته البعثات الدبلوماسية والسلطات المختصة في الدول الشقيقة والصديقة والخطوط الجوية والنقل البحري والبري والعاملين في منافذ الاستقبال من تعاون وتكامل في إنجاح هذه المهمة وأضحى التقرير المقدم لللجنة أن عدد من تم إجلاؤهم من المواطنين العالقين بلغ 17627 من خلال 114 رحلة جوية وثماني رحلات بحرية وذلك من عدد من الدول أبرزها مصر والهند والأردن وجيبوتي والإمارات ومليزيا والسودان والمملكة العربية السعودية مبينا أن هذه الأعداد لا تشمل العالقين الذين تم إجلاؤهم عبر المنافذ البرية وتحديدا من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وطلعت اللجنة على التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور سالم الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان دكتور ناصر بعوم حول الوضع العام ومستجدات الوباء بما في ذلك آخر الإحصائيات المتعلقة بحالات الاشتباه والإصابة والوفيات والتعافي مشيرين إلى التجهيزات التي تم رفض القطاع الصحي بها مؤخرا والإجراءة الوقائية والاحترازية المنفذة منوهين بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش الأبيض وهو ما يتصدى لفيروس كورونا وأن هذه الجهود محل دعم وتقدير كما تطرق رئيس لجنة الطوارئ إلى الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار جراء التغيرات المناخية وتأثيرات المنخفض المداري في عدد من المحافظات والجهود الجارية للتعامل معها بالتنسيق مع السلطات المحلية بما في ذلك تفعيل عمل غرف الطوارئ إضافة إلى تدشين حملة التحصين ضد شلال الأطفال من منزل إلى منزل في عدة محافظات مع مراعاة الإجراءة الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا وأقرت اللجنة عقد ورشة عمل بمدينة المكلة الفترة من التاسع حتى العاشر من أغسطس 2020 برعاية رئيس الوزراء لمناقشة استئناف الدراسة في الجامعات بناء على العرض المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ويشارك في الورشة قيادة وزارة التعليم العالي واللجنة العلمية الطبية ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ورؤساء الاتحادات الطلابية وذلك لمناقشة تنفيذ عدد من الإجراءات بينها استكمال المنهج الدراسي وطريقة أداء الامتحانات إضافة إلى إمكانية تأجيل الدراسة في أي جامعة أو كل الجامعات في حال استمرار الجائحة أو أي سبب تراه اللجنة الوطنية العليا للطوارئ سعرضت اللجنة التقرير المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لابتهاج الكمال بخصوص دور الوزارة في مواجهة جائحة كورونا بما فيها التدابير اللازمة لحماية حقوق العمال المتضررة وبرامج لتحسين سبول العيش وخلق فرص عمل لفئات العاطلين عن العمل وغيرها من التدابير في إطار التعامل مع تداعية كورونا وتضمن التقرير المشاريع التي نفذتها منظمات المجتمع المدني للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا إضافة إلى تداعيات الوباء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمقترحات والإجراءات المطلوبة لتخفيف هذه التداعيات وأشهدت اللجنة بجهود منظمات المجتمع المدني في مؤزرة الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا في إطار الدور والمسؤولية التكاملية والتشاركية لجه ذلك مؤكدة الدعم الكامل لأنشطة ومشاريع هذه المنظمات بما يؤدي إلى إنجاح أعمالها وتحقيق الغاية المرجوة منها كما ناقشت اللجنة عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وأكد الدكتور معين عبد الملك خلال الاجتماع على أهمية الوعي المجتمعي لمواجهة خطر كورونا ومن انتشاره وعدم التهاون في الالتزام بالتعليمات والقاعد الوقائية والاحترازية من أجل التقليل من مخاطر الوباء وتأثيراته على صحة الفرد والمجتمع مشددا على ضرورة اتباع تعليمات التباعد الاجتماعي والتقيدي بالتوصية الصادرة عن اللجنة خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وحثى رئيس الوزراء وسائل الإعلام على تكثيف البرامج التوعوية بشأن الوقاية من جائحة كورونا وأهمية التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة وتطبيق الشروط الصحية والوقائية والاحترازية حماية لأنفسهم وللمجتمع بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال اتصال هاتفي مع سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر آخر التطورات المتصلة بجهود السلام ودور ألمانيا الكبير الداعم للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وأكد وزير الخارجية حرص الحكومة على إنجاح الجهود الأممية والمبعوث الأممي لليمن للوصول إلى حل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها واستنادا إلى الموافقة السابقة للحكومة على مبادرته التي تتمسك بها الحكومة اليمنية وثمن الحضرمي دعم ألمانيا الكبير كرئيسة للمجلس الأمن لشهر الجاري استجابتها لدعوة الحكومة بعقد جلسة خاصة حول خزان النفط الصافر في مجلس الأمن والتي انعقدت في منتصف الشهر الجاري كما أكد على ضرورة الاستمرار في الضغط على المليشيات الحثية من أجل إجزامها بتنفيذ ما تعهدت به بالسماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول لخزان النفط الصافر من أجل تقييمه وتفريغه والتخلص منه ولا فتى إلى أن تراجع المليشيات مؤخرا لم يكن مستغربا وأن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن اتخاذ جراءات حازمة لإلزام هذه المليشيات بالانصياع لدعوة المجتمع الدولي في هذا الشأن لتفادي كارثة بيئية لا يحمد عقباهها على اليمن والمنطقة من جانبها عبرت السفيرة الألمانية عن دعم بلادها لجهود المبعوث الخاص مارتين غيرفيتش من أجل حل الأزمة في اليمن والوصول إلى تسوية سياسية شاملة متمنية أن يسود السلام والاستقرار في اليمن قريبا كما أكدت حرص ألمانيا على حل قضية صافر لتفادي وقوع أي كارثة محتملة تؤثر على جميع اليمنيين أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الماضية حيث تم تسجيل 5 حالات وفاوة 7 حالات إصابة جديدة بالإضافة إلى تسجيل 17 حالة شفاء وتعافي وقالت اللجنة أن محافظة حضر موت سجلت 4 حالات وفاوة 7 حالات إصابة جديدة بالإضافة إلى تسجيلها 11 حالة تعافي ليرتفع بذلك عدد الحالات في حضر موت إلى 670 حالة مسجلة منها 207 حالات وفاة فيما بلغت حالات التعافي 194 حالة تعافي وأضافت اللجنة أن محافظة لحج سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في لحج إلى 38 حالة وفاة من إجمال 128 حالة مسجلة بالمحافظة كما أعلنت اللجنة في تعز عن تسجيل 6 حالات شفاء وتعافي ما يرفع حالات التعافي في تعز إلى 173 حالة تعافي من إجمال 286 حالة مسجلة بالمحافظة وبهذا يصل إجمال الحالات التراكمية المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في بلادنا إلى 1681 حالة بينها 479 حالة وفاة فيما بلغت حالات التعافي 797 حالة تعافي هذا وأضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وبأكرون أن تقاريرها لا تشمل الحالات المصابة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بسبب عدم القدرة على التحقق من الأرقام الفعلية للإصابات أما عالميا فقد تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا 16 مليون و500 ألف حالة منها ما يزيد عن 653 ألف حالة وفاة فيما بلغت حالات التعافي أكثر من 10 ملايين و100 ألف حالة تعافي وشفاء أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1441 هجرية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بتبدأ يوم الخميس التاسع من ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد وذلك وفقا لنص المادة 44 من القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن الإجازات والعطولات الرسمية وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية السبأ نسخة منه كون الإجازة تتداخل معها يومي إجازة تعويض بيومي الخامس والسادس منه وطبقا لنص المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على إذا انتهت أي من إجازتي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى وتبعها يوم عمل يليه إجازة رسمية أو راحة أسبوعية يعتبر اليوم الواقع بينهما إجازة فإن الدوام الرسمي يبدأ يوم الأحد الموافق التاسع من أغسطس 2020 وعبرت الوزارة عن أسماء آيات التهني والتبركات للقيادة السياسية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة نفذت مقاتلات التحالف العربي عددا من الغارات الجوية على مواقع وتحركات للميليشيات الحثية الإنقلابية في محافظتي مأرب والجوف وقالت مصادر مطلعة أن مقاتلات التحالف العربي نفذت ثلاث غارات على جبل هيلان بمديرية صرواح وخمس غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف نفذت غارتين على مديرية خبوة الشعف وغارتين أخرين على منطقة المرازيق بمحافظة الجوف هذا وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية فقدت العديد من عناصرها بينهم قيادات كبيرة نتيجة تعرضهم للقصف من قبل مقاتلات التحالف لقي ثلاثة من ميليشيات الحوثي الإنقلابية مصرعهم إثر تصد القوات المشتركة لمحاولة تسلل في محيط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة وقال مصدر عسكري أن القوات المشتركة تصدت لمحاولة تسلل حوثية في محيط كيلو 16 ولقي على إثرها ثلاثة متسللين من عناصر الميليشيات مصرعهم فيما جرح آخرون خلال الاشتباكات العنيفة هذا وكانت القوات المشتركة قد تمكنت من كسر محاولة زحف للحوثيين على مدينة حيس وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح قصفت ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيط جنوب الحديدة وأفادت مصادر محلية في الجبلية أن الميليشيات الحوثية شنت قصفا مدفعيا عنفا بقذائف بي ام بي وبي عشر على القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة وقالت المصادر أن القصفة تبعه عمليات استهداف وقنص حوثية بالأسلحة المتوسطة ومعدل البيكة وسلاح القناصة وأكدت المصادر أن القصفة والاستهداف كان بشكل هستيري وخلفا حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين مما يهدد بنزوحهم خوفا على حياتهم وحياة أسرهم وتتعرض الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف بشكل يومي من ميليشيات الحوث المدعومة من إيران في ظل تغاض وتخاذل أممي تجاه جرائم الميليشيات الحوثية انتهت نشرتنا في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة